موسيقى الخريطة المصرية جعلت من مصر منذ القدم بلد مهم قدرها ان هي بلد مهم بلد عظيمة اخت لاشقائها العرب طول الوقت في كل المحن تجد مصر دائما موجودة وبجانب الاشقاء مصر دائما وجودها وسلامها وامنها في المنطقة بيطفي على المنطقة امنا وسلاما وطول الوقت الحقيقة مصر تحافظ على امنها وامن حدودها وامن جيرانها طول الوقت قدر المستطاع ولكن مع كل التحديات اللي بنتبعها في المنطقة وكل التحديات اللي بقت موجودة حتى في العالم لانه حتى ما يحدث في العالم من مشاكل حتى وان كان بعيدا ولكنه في النهاية نحن نعيش جميعا في دائرة عالمية واحدة تؤثر على الجميع مصر أمام تحديات كثيرة جدا وأمام تحديات اقتصادية كثيرة جدا وأزمات متتالية على مدى السنوات الماضية نتحدث اليوم عن تأثير هذه الأزمات والتأثيرات والحرب أيضا الموجودة القائمة على القطاع غزة معي في استوديو القاهرة دكتور كريم العمدة أستاذ الاقتصاد دكتور كريم مساء الخير يا فندي الحقيقة تحديات كثيرة جدا خليني أبدأ مع حضرتك من الصراع وأيضا ما يحدث في قطاع غزة وتأثير هذه الحرب على الاقتصاديات خاصة الاقتصادي المصري بسم الله الرحمن الرحيم طبعا إحنا بنطفق على أن نحن في عالم لا يخلو من الأزمات إحنا مش بيمر علينا أربح سنين وربعد إلا لازم تكون في أزمة خانقة سواء على المستوى العالمي والدولي أو حتى على المستوى الإقليمي والمحلي وبناء عليه طبعا يعني أكيد وبالفعل أي أزمة صديقة حتى لو كانت في دول الجوار بتنعكس علينا وبتنعكس على الإقليم ككل ولكن بيبقى التوزيع متفاوت بين دولة والأخرى طبعا إحنا كلنا عارفين إحنا بأن أكتر من ثلاث شهور تقريبا دخلين على الحرب الذي حدثت في غزة ويمكن البعض يتصور أنها ممكن تكون تأثيرها على مصر يكون ضعيف أو تأثيرها ضئيل طبعا الكلام ده غير صحيح تتبقين أربع شهور الحرب آه دخلين في الشهر الرابع وبالتالي وفقا للسينيريوهات اللي تم يعني المراكز البحثية ابتدت تعملها أنه هو كلما زاد أمض الحرب لتأثير طبعا على الكان الإسرائيلي لتأثير على فلسطين وعلى غزة لتأثير على دول الإقليم كل ده بالذات وكلما الدول يعني بعدت عن الدول الحرب وكلما قال عليها التأثير كلما اقتربت وكنت دولة جوار كلما كان عليك التأثير كبير طبعا نيجي نقول مثلا يعني يمكن التأثيرات الأولية طبعا بنقول عليها لها تأثيرات مباشرة تأثيرات غير مباشرة هما الاتنين يمكن التأثيرات المباشرة هي اللي ممكن نحددها لكن التأثيرات غير مباشرة بيكون تحددها بشكل تقديري بعد مرور فترة من الزمان بنبتدي نشوف التأثير هيكون إزاي يمكن كانت أول تأثير طبعا أنه هو بيأثر على بالنسبة لمصر أثر على الإرادات السياحية يمكن طبعا مورد السياحة هو مورد لمصر مهم جدا جدا ويمكن إحنا كنا ابتدينا يدوب بالكاد نتعافى من تأثيرات أزمة كورونا علينا وابتدينا يمكن في العام السابق ابتديت الإرادات السياحية تقترب من 15 مليار دولار ونحن كنا حتى منتظرين هذا العام عام استثنائي في السياحة ولكن منذ حرب غزة ابتدينا نشوف أن إرادات السياحة أو حتى كان في بعض الحجوزات تلغت فقلت إرادات السياحة بشكل أو بآخر ده بالنسبة ليس فقط لمصر كن مصر واللبنان والأردن حتى الثلاث دول مجتمعين متأثرين بسبب تأدرات السياحة وعلى فكرة كانت ثلاث دول برضو كانوا منتظرين موسم سياحي استثنائي بالتالي ده طبعا انعكس عليك في إرادات صعبة جدا ويمكن الثلاث دول دول كانوا محتاجين إرادات السياحة لها تأثير يمكن أيضا من التأثيرات الأخرى أن مناخ الاستثمار في الإطلم كله تأثر يعني من شركة عالمية كبرى ولا دولة هديجي تستثمر في منطقة ملتهبة في منطقة ملتهبة وأن تأثيرات الأزمة ابتدت يعني في أكثر من دولة بتخش على الخط عشان كده يمكن إحنا شفنا أن من بداية الأزمة يمكن كان الرئيس عبد الفتاح السيسي حذر أنه ممكن الأصراع ينتشر وأمد ويمتد وبالتالي كلما انتشر يعني انتشر في أكثر من دولة كلما كان ليه انعكاسات سلبية وسيئة جدا على اقتصاد الإقليم ككل طيب خليني أنقل الحوار مع حضرتك إلى الشأن الاقتصادي وتحديدا الشأن الاقتصادي المصري بنتكلم على عشرين أربعة وعشرين يعني مصر بتحاول الحقيقة منذ أزمة أوكرانيا وروسيا أن يكون عندها مشروعات تقدر تستخدم كل مواردها تقدر تحقق جزء من الاكتفاق الزيدي أشياء كثيرة يعني يبقى في الحقيقة تحسن على الأقل في الأداء ونقدر يبقى عندنا اكتفاء في موارد في أشياء كثيرة كيف ترى يعني ما تقوم به مصر وأيضا المستقبل القادم في السنوات المقبلة يعني طبعا احنا في عام جديد وفي بدايته يعني يتمنى تمنى طبعا أنه يكون أقل تأثيرا تأثيرات السلبية للأزمة الاقتصادية من الأعوام السابقة لأن احنا كلنا عارفين عام 22 و23 بالذات 23 كان صعب جدا على المصريين وأكيد طبعا وبالفعل مني أكيد في جهود وفي مجهودات وفي إجراءات يمكن قامت بيها الدولة لإجراءات دي نحن في انتظار تأثيرها ومنتظار مدى تأثيرها هيكون ايه على الاقتصاد المصري يعني طبعا على سبيل المثال يعني مرارا وتكرارا نحن يعني تحدثنا في إن احنا عايزين نزود القاعدة الصناعية لمصر لكن احنا هنا لما نيجي نتكلم عن القاعدة الصناعية لازم نكون محددين في نحدد بالفعل تخصصات محددة هي اللي مصر تتمتع بيها بميزة نسبية يعني برضو ما ننفحش نقول عايزين نصنح كل حاجة كلمة نصنح كل حاجة كلمة يعني مش علمية مش دقيقة لأ إنت ايه المميزات اللي انت بتتمتع بيها حاجة تقدر تصنحها يمكن احنا شوفنا بأن من وقت كوب 27 إن احنا بتدينا نركز على الصناعات المطبطة بالطاقة المتجددة الطاقة المتجددة هي المستقبل لمصر خاصة الهيدروجين الأخضر وبالفعل احنا الدولة المصرية حقاقت شوط وخطوات خطوات مهمة جدا ونحن في انتظار أو مضينا بالفعل عدد كبير من الانتفاقيات يعني ندلوني دي من الخطط المستقبلية اللي لسه تأثيرها مش هيبان دل طبعا بالفعل خطط مستقبلية هتؤثر بشكل أو بآخر على القاعدة الصماعية في مصر لإنحنا مدخلات الطاقة المتجددة أو الهيدروجين الأخضر موجود المدخلين طاقة كهربائية مولدة من مصدر طاقة متجددة ده موجود بالفعل في مصر ومصر اختعت فيه شوط والمدخل الآخر هي المياه المياه اللي عارفين الهيدروجين الأخضر هو خليط ما بين الطاقة المتجددة كهرباء مولدة بيعمل تحليل للمياه اللي هي مياه البحر وبالتالي احنا شوفنا أن في المنطقة الاقتصادية القناة السويس في عشرات الاتفاقيات والبرتوكولات طبعا تم توقعها علشان تكون مصر دولة في الإقليم ذات شأن كبير في هذه الصناعة على الرغم برضو أن في دول بتنفسك دول الخليج بتنفسك في الصناعة دي رغم أنهم عندهم الموارد المالية ولكن طبعا في النهاية يمكن عشان مصر أكثر استعدادا لاستعاب استثمارات ضخمة لأن برضو يخوانا لما نيجي نتحدث عن استثمارات ضخمة الموضوع ليس فقط مليارات يطم ضخها ولكن المستثمر أو الشركة دي بتبحث من ضمن جدوها وهي بتبحث في الجدوة الاقتصادية بتاعتها هل الدولة دي مؤهلة لاستعاب استثمارات بالضخمة وبالحجم ده آه أو لا يعني هنا نقدر نقول أن مصر فعلا مستعدة ويمكنها أنها تتلقى الاستثمارات الضخمة اللي من النوع ده وفي نفس الوقت يعني رغم الأزمر الموجودة في الإقليم ولكن برضو كلنا عارفين أن دي كلها أزمات مؤقتة هتأخذ شهر شهرين ثلاثة ولكن هنعود عندما نقيم مصر كواجهة استثمارية آه هي بالفعل وجهة استثمارية مهمة جدا ولكن إحنا محتاجين نشاط أكثر في جذب الاستثمارات وفي جذب الصناعات اللي إحنا محتاجينها لأننا زي ما قلت إحنا عايزين ننمي القاعدة الصناعية ولكن هو طبعا يعني عشان ننمي القاعدة الصناعية ده بتبقى محتاجة استراتيجية ما تقلش عن أربع من ثلاثة لخمس سنين علشان يكون فيه تأثير ملموس لأن كل الحلول المرتبطة بالاقتصاد والحلول اللي إحنا نحل بها أزمت مصر الاقتصادية هي حلول طويلة المدى لكن لو تحدثنا طبعا يعني يمكن المواطن بيتساءل خلينا نأخذ أمثلة كده مع حضرتك يعني خلينا نتحدث هنا مثلا على قناة سويس يعني إحنا لما عملنا يعني قناة سويس الجديدة كان أيضا مزيد من الدخل وأيضا أنه يكون فيه سهولة فيه حركة السفن رايح وجاي ما يكونش فيه تعطيل لكن يعني أنت تخطط لمشروع اقتصادي وحواليها منطقة اقتصادية الحقيقة كبيرة ولكن في نفس الوقت المنطقة الآن ملتهدة مليانة مشاكل سياسية كتيرة ومليانة توقف ونشاهد ما يحدث من الحوثيين في البحر الأحمر كيف ترى تأثير هذا على مشروع بعينه أنت يعني خططته وعملته وبنيته وعملت لي كمان كل الخطط المستقبلية من أماكن لوجستية فيها يعني خدمات اقتصادية كبيرة طبعا دعونا نتفق في البداية على حاجة مهمة ونأكد عليها أن قناة السويس هو ممر تجاري مائي الأهم في العالم ملهوش بديل وملهوش منافس لازم نأكد أنه ملهوش بديل وملهوش منافس بتتحرك فيه تقريبا زي ما كلنا عارفين من 12 إلى 15% من حجم تجارة الحويات في العالم فيه 25% من التجارة اللي بتمر بيها تجارة بترول وغاز وهو حيوي جدا جدا لأسيا المصدر الأكبر في العالم أسيا وكوريا واليابان والهند إلى المستورد الأكبر أيضا لاتحاد الأوروبي وبالتالي أنت هنا أمام يعني أي أزمة هتعوك قناة السويس هتبص تلاقي مش مصر اللي هتتحرك يعني ممكن الناس تقولك يا مصر ما تتحركش لا مش مصر ده من حدة الدول العالم كلها تتحرك علشان تحمي الممر الأهم خليني تايب أقول لو أنا برجع إلى الشأن المصري والاقتصاد المصري وما نأمله في عشرين أربعة وعشرين وأيضا يعني انطلاقا إلى سنوات قادمة يعني كيف يعمل الاقتصاد المصري المحلي تكملة المشروعات فتح أفق جديدة حل مختلف للملف الاقتصادي كيف ترى يعني طبعا دائما وأبدا ده سؤال الشارع يعني طبعا المواطن بيسأل طبعا إحنا أزمة الاقتصادية دي هنخرج منها إزاي برضو يجب أن نضع في الاعتبار الحلول اللي أنا تكلمت فيها دي برضو حلول طويلة المدى وستراتيجية وحلول دائما وأبدا بنشتغل عليها فيه أزمة ما فيش أزمة لازم نشتغل عليها يعني ما فيش حاجة في الاقتصاد اسمح لأنا اشتغلت شوية لقيت الأغرباء التمام هاقف كده لأ العمل الدقوب يعني ما بقاش فيه أمور تمام في العالم كله آه زي ما قلتك حضرتك يعني خلينا نرتفق العالم كله عنده مشاكل الدول اللي فيها تدخم مشاكل الدول برضو اللي تأثرت بالأزمات والحروب دول كثيرة حتى دول العالم طبعا اه زي ما حضرتك أشارتي جميل آه هي وطيرة الأزمة اللي اتصادية بتدت في العالم تهدى شوية يعني ممكن احنا في انتظار ان الفدرالي الأمريكي يقلل يعني يتوقف عن السياسة النقدية المتشددة اللي كان بيستمر فيها مجرد متوقف أو لما احنا متوقف أو التدى يخفط هتبتدي ترجح تاني الأموال السخنة إلى الأسواق النشئة ومنها مصر هاي جواحد يسأل يقول لي ما احنا مش عايزين نعتمد تاني على الأسواق على الأموال السخنة اقول له اه ولكن ده حل مؤقت وسريع يعني انا مفروض حل مؤقت وسريع ننتظر الأموال السخنة مؤقت لكن نستمر في الاستراتيجية الأخرى اللي انا اتكلمت فيها الصناعة والزراعة والاكتفاء الذاتي ده تستمر بشكل منفصل انا هنا عايزة اسألك كمان عن تحويلات المصريين هل قلت هل مزلت كما هي هي ايضا من الموارد اللي بتبقى موجودة طبعا طول عمب تحويلات المصريين ليه خارج من الخارج ده طبعا مصدر مهم جدا 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 للنقد الأجنبي بل ان في بعض الاحيان احنا لو رجعنا شوية للذاكرة للوراء ان مصر دايما صادراتنا بنحاول لنميها لكن مش قد كده يعني مثلا في 2015 وال2016 كانت تحويلات المصريين للخارج تقريبا تساوي حجم الصادرات المصرية فبالتالي يعني تحويلات المصريين للخارج مصدر مهم جدا جدا للنقد الأجنبي وصلت العامل مالي السابق على حاجة كال30 مليار المفروض نشتغل اكثر على تحويلات المصريين للخارج ان احنا يعني برضو لازم نرفع درجة الثقافة والوعي لدى المواطنين ان التعامل داخل البنوك او على الاقل ان وجود فكرة ودائع دولارية لدى المصريين في الخارج موجودة في البنوك المصرية ده بتكون حاجة ايجابية يعني لو موجودة في البنوك حتى لو ودائع ده هيكون افضل بكتير فده جزء طبعا مهم جدا من موارد من المورد النقد الأجنبي طب احنا ممكن انميها ازاي كدولة مصرية او قومات المصرية هل الابليكيشنز الجديدة اللي هي للدفع وتسييل الدفع والتحويل اثرت شوية على التحويلات ولا افدتها يعني هو الابليكيشن والكلام ده ما بيستخدمش من الخارج للداخل هو غالبا بيستخدم داخليا لكن طبعا احنا يعني احنا برضو باختصار المصري في الخارج دمعة مبلغ الف دولار عايز يحوله جوا مصر فهو عايز يحقق منه اكبر يفكه باكبر قدر ممكن من العملة المحلية فبالتالي هو لو لقى في البنك سعر غير مناسب فبيضطر للأسف ودي طبعا زاهرة سلبية جدا بيفكه برا فهي دي المشكلة اللي بتحصل ده اللي ترتب عليه طبعا ان التحويلات انخفضت واظن ان حتى في 2016 حصلت نفس المشكلة فيعني اتمنى ان مشكلة سعر الصرف هي مشكلة مقلقة جدا لأي دولة وان دي مشكلة برضو الاغلب الدولي النشأة عندها مشكلة مع سعر الصرف خاصة مع رفع الفودرالي الامريكي سعر الفايدة لان الاموال الساخنة كلها بتخرج من اسواق النشأة وانا اظن ان لما تعود تاني هتبتدي تقل بشكل كبير ومع تحسن الارادات الحكومية من النقد الاجنبي والارادات السيادية ده برضو هتقلل الازمة بشكل كبير كمان برضو لو قدرنا نوصل الى اي صيغ التفاهم مع المؤسسات الدولية بخصوص القروض دي كلها يعني دي نقول عليها حلول مؤقتة وسريعة مصر عملة دلوقتي خطين خط للحلول السريعة لان اي اقتصاد بالزيت زي دول النشأة ومصر من الدول النشأة بيبقى فيها خطين خط يعني بيبقى في يعني للحلول السريعة او الاشياء اللي ممكن يعني تحقق نتائج معقولة سريعة وايضا خط التنمية اللي هو كدولة خط طويل هاي شايف ان مصر ماشي بالخطين اه طبعا يعني يمكن برضو كان فيه عدد من المبادرات اللي قالوا عليها مبادرات تدبر الدولار المبادرات السريعة بانوا عليها سريعة بس نفك بيها الازمة اللي هي في اليومين دول زي سيارات المصريين في الخارج يمكن هو طبعا كان اه وزير المالية ادت تصريحات متفقلة انها تحقق اركام ضخمة هو يعني الان الارقام بتتحدث من 600 ل700 مليون دولار تقريبا عائدات تلك المبادرات طيب يعني هما هو اه هو ده اقل من التفاقل بيوزير المالية ولكن انا شايفه 670 مليون دولار معقولين يعني ان انك انت ما بازلتش مجهود ما يعني ما دفعتش مصرفة اذا يعني التوازي ما بين الحلول القصيرة الاجل وايضا الخطط الطويلة اه والخطط الطويلة لكن انا زي ما قلت هو الاساس الخطط طويلة المدى ننطور القاعدة الصناعية نركز نستهدف صناعات محددة بعنها محتاجينها احنا داخل مصر توطين الصناعات يعني الاكتفاء الذاتي يكون فيه عدد من السلع الاساسية لازم يعني تكون مرتبطة بالمواطن وبحيات اليومية دي ما يكونش يعني ما يكونش فيه اي خلل او اي قصور يكون فيه ثبات كمان في الاسعار يكون فيه يعني مراقبة شديدة للأسواق لان كل ده بيساعد سؤالي الاخير بس لحضرتك هو هو التصنيف الاتماني بالنسبة لمصر يعني احيانا تخرج الشركات العالمية زي فيتش وغيرها للتصنيف الاقتماني اما انها تكون منصفة اما انها ترى بان تصنيفك الاقتماني بقى اقل يعني كيف ترى ده؟ يعني طبعا مؤسسات التصنيف الدولي معروفة فيتش ومودز وانساندر اند بورز يعني هم الثلاثة دولة يستحوزون 85% من سوق التصنيف العالمي تقييمتهم لمصر في ظل الازمة اللي فيها مصر دي تقييمات متوقعة سياسية يعني ولا اقتصادية يعني طبعا يعني انا تحمل الجانبين انا تحمل الجانبين وبرضو انا مقدرش اقول ان الوكالات التصنيف الاقتماني دي يعني مقدرش اقول عليهم ان هم منصفين مئة في المئة يعني هم مثلا كانت تصنيفهم ايه الامريكا اللي كان فيها ثلاثة اربع بنوك افلسوا في الفترة اللي فاته هم طبعا يعني انا زي ما قلت ووفقا للظروف دي تصنفاتهم متوقعة ولكن احنا الى الان يعني ايه زي ما نقول ايه مصر بتبقى مسيسة يعني ايه بتبقى مسيسة كمان برضو انا عايز اقول ان هم عمرهم توقعوا ازبقى قبل احدثها صحيح يعني ازمة الاسيوية في سنة 98 هم توقعوها قبل ما تحدث لأ حدثت مفاجئة لكن بعد ما الازمة تحدث يقول لك والله ده الوضع الاقتصادي هنا مش كويس وفيه ازمات انتوا جبتوش اتيها صحيح اه يعني هم بعد ما الازمة تحدث وبعد الازمة المالية العالمية اللي كانت الرهن العقاري 2008-2009 توقعوها قبلها لأن المفضل هم عندهم دلائل ومؤشرات وينظرونا الى الاسواق فيبقى عارف طبعا ايه الضعف والمشاكل اه هم ما بيتوقعوش الازمة قبل احدثها لكن بعد ما تحدث يقول لك لا والله ده الوضع سيء فانت ما بيتجيبش اتيها صحيح يعني الناس بتفاجأ بكأن هم ما جابوش اتيها ولكن انا برضو عايز اقول يمكن اه هي وكالات التصنيف الاقتماني بتأثر على قدرتك على الاقتراض وبتخليك ترفع سعر العائد على كروضك ولكن احنا الى الان مفيش خطط ناخد كروض الا بعد ما نسوي موضعنا مع صندوق النقد الدولي مجرد ما نتسويت فهو صندوق النقد الدولي هو المؤسسة المالية الاهم والاكبر في العالم مجرد ما وصلت معاه التسوية هتبتدي اتلاقي الامور التانية كلها حسنة دكتور كريم العمدة بشكرك شكرا جزيلا على كل التفاصيل نتمنى الخير للاقتصاد المصري عشرين اربعة وعشرين تنقلنا الى خطة مستقبلية امنة الى حد ما اشكرك شكرا جزيلا مشاهدينا الكرام اذا كنا نتحدث عن المشروعات والتنمية الموجودة في دولنا العربية نحن دائما نحلم بالخير كل المشروعات تصب في النهاية الى اقتصاد والى خطوات مستقبلية امنة ومستقرة انتهت حلقة اليوم من بيتلس كل شكرا جزيلا شكرا لكم شكرا لكم